تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط افتتحت أعمال مؤتمر جيبكاء الثامن للأسمدة للاتحاد الخليجي للبتركيمويات والكيمويات وذلك الاطلاع على آخر التطورات التي تشهدها صناعة الأسمدة بما فيها القضايا الرئيسة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستراتيجيات طويلة الأجل لتصنيع الأسمدة في ظل المناخ الصعب الحالي الذي يشهده العالم جميعا والتي من بينها التأثير المحتمل للتغيرات الجديدة في سوق تجارة الأسمدة والعوامل الرئيسية الكاملة خلف النمو المستقبلي يعمد مؤتمر جيبيكا الصنوي في نسخته الثامنة للأسمدة للاتحاد الخليجي إلى خلق بيئة مستقرة بهدف إعادة ابتكار قنوات التوزيع العالمية وربط الأعمال بالابتكار بما فيها استعراض آخر المستجدات والتطورات التكنولوجية التي تشهدها هذه السلعة الحيوية في المنطقة والعالم طبعا البحرين تنتج من الأسمدة البيوريا والأمونيا منتج مهم والأهم في هذا القطاع النقاش يكون على التحديات في المستقبل لهذه الصناعة وشن الأسواق وكيف تتغير مع متغيرات الإقليمية والعالمية صناعة البتروكيميائيات والكيميائيات صناعة استراتيجية في دول الخليج تعتمد على الغاز الذي كان يحرق ويهدر في السابق الصناعة الآن تستغلها الغاز تحقق قيمة مضافة تحقق أيضا تخلق فرص عمل للمواطنين هذه الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد الخليجي للأسمدة نعقدها المرة الأولى في البحرين طبعا البحرين أحد البلدان الخليجية اللي لها باع طويل في صناعة الأسمدة الكيميائية جهود حثيثة تقدمها الحكومات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى صناعة الأسمدة ومساعها الدؤوبة في التغلب على التحديات الكثيرة التي يشهدها هذا السوق المتغير وذلك بما يؤمن الاستقرار والثبات لهذه الصناعة الاستراتيجية في الإشارة إلى الدور الفاعل للأسمدة في المحافظة على الأمن الغذائي وبالخصوص في ظل ارتفاع عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى تسعة مليارات وستمائة مليون نسمة بحلول العام الفين وخمسين كان هناك صورة واضحة عن الوضع الحالي للأسمدة في السوق الخليجي وعن الأسمدة واتجاهاتها السعرية والكمية في العالم ككل وكذلك بالنسبة للغاز والمواد التي تدخل في صناعة الأسمدة الحقيقة أنا متفائل أننا على عتبة مرحلة جديدة من صناعة الأسمدة ونظرا لتحسن الأسعار العالمية وهذا يعطينا حافظ على توسعة الإنتاج صناعة الأسمدة في الخليج تعد من أهم صناعات وتمثل على مستوى العالم نسبة كبيرة جدا كما أن أسواقنا القريبة من آسيا والهند والباكستان تشكل أسواق مهمة جدا تشجر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيمويات والكيمويات قد تأسس في العام 2006 ويضم تحت مظلاته أكثر من 90 من منتجي البتروكيمويات والكيمويات في المنطقة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وقد عقد الاتحاد مؤتمره السنوي الأول في دبي في عام 2010 وتوالت المؤتمرات بعد ذلك بكل نجاح حتى استضافة مملكة البحرين المؤتمر الثامن للأسمدة لأول مرة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر